اشتركوا في القناة حيث فقد مبين 25 و 30 كيلوغرام من وزنه بعد عدم قدرته على التعويل على نفسه في الوقوف وحتى لشرب كأسماء كما أكد الدكتور لدغم أنه حاول إقناع البحيري بالتخلي عن إضراب الجوع الذي يخوضه لكنه محاولته باءت بالفشل ملاحظا أن البحيري لم يعد قادر على التفكير بوضوح كما قاعدين تسمع الدكتور لدغم أن يكشف أن الحالة الصحية النوردين البحيري سيئة نوعا ما وكما تعرفوا مؤخرا رئيس الجمهورية ووزير الداخلية توجهت لهم أصابع الاتهام على الحالة الصحية كما قلنا النوردين البحيري من طرف حركة النهضة ومواطنون ضد الإنقلاب وكما تعرفوا أنه وزارة الداخلية قامت بالقبض على النوردين البحيري اللي مش من صلوحياتها تقوم معناه بالقبض هي التعليمات تجي من النياب العمومية لكن في بعض الحالات تدخل وزارة الداخلية على حسب الأخبار اللي راجعت على مواقع التواصل الاجتماعي النياب العمومية ما حابس الدخل قالت أنه ميلف نوردين البحيري ما فيش الأدلة الكافية مش نقوموا معناها بإيقافه لهنها عليش حمل رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية المسؤولية كاملة في مخصص صحة نوردين البحيري لو كانت تصير له أي حاجة لا قدر له ولا يتوفى المسؤولية الكلكة يتحملها قيس سعيد ووزير الداخلية لهنها نرجع بنقطة أخرى عليش قيس سعيد دي ما يخرج يقول أنه القضاء مخترق عليش خطر النياب العمومية عندها الأدلة الكافية لكن ما نعرش كيفاش تلاعبه بالدوسي متع نوردين البحيري خطر كما نقول وحنا وباقة الدي والأخبار أنه حركة النهضة عندها في كل مؤسسة عندها شكون على ذيكا معنا نياب العمومية هي مساهمة مش تساعد حركة النهضة وبش نحي معنا الأدلة الكافية من الدوسي نوردين البحيري مش ميتمش إيقافه معنا كما نقول وحنا حركة النهضة خادمة على حكاية ذي من قبل مش تبقى حامية روحها في البلاد ذي وما تتحسبش ومتيحش معنا الوضعية السيئة بش تبقى دي ما نمبر وان في تونس على ذيكا رئيس الجمهورية بإرادة الشعب قام بفتح مجلس الأعلى للقضاء وان شاء الله في الأيامات القادمة تتحسن معنا وضعية البلاد خاطر كي يتسلح القضاء تتسلح البلاد برشة روس كبيرة في البلاد تتحسب ومعنا مربوطة ببعض تتحسب روس كبيرة مع ثم تجارة موازية مع ثم احتكار البلاد طبقة هي دي ما تعمل في مشاريع على المواطن النجم يخدم ويخو حق تتحسن الوضعية الاجتماعية معنا للطبقات المنهارة نوعا ما نتفعل معاكم ما ثم حتى اشكالية ان شاء الله البلاد تتحسن ان شاء الله الناس كل تعيش في امن والسلام وان شاء الله يا ربي يسترنا في الدنيا وفي الاخرة وهكو نكون وسنة الى نهاية الموضوع